اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اصيب سكان احدى القرى بمنطقة درفور غرب السودان بالضعر وهلع عندما شاهدوا نيرانا تخرج من باطن الارض وتلتهم مئات المنازل وفيما كان معظم اهالي قرية المرحبيبة منشغلون بمناسبة خارج القرية شب حريق هائل مما تسبب في اضرار بالغة للمواطنين في الممتلكات والمباني وارسل ابناء المنطقة نداءات استغافة مطالبين السلطات السودانية بالاسراء لمحاصرة الظاهرة التي وصفوها بالمحيرة وقال احد اعيان القرية ان ازباب الحريق مجهولة حتى الان مشيرا الى ان هذه النيران تعاود في كل عام الظهور في المنطقة دون ازباب واضحة واكد بيان صادر عن صفحة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ان النيران قضت على 75 منزلا في قرية عيال امين القريبة من الفاشر عاصمة ولاية شمال درفور والبالغ عدد سكانها نحو 300 الف نسمة واشار شهود عيان الى ان النيران ادت الى خسائر فادحة في ممتلكات السكان وقال عادل بريمة وهو من سكان المنطقة ان النيران المجهولة المصدر هذه اثارت حالة من الهلع والخوف وفي فبراير الماضي شهدت منطقة ميليسا بضرفورة ايضا ظاهرة مشابهة اصفرت عن حرق عدد من المنازل وقال خبراء البيئة انه من المبكر الجزم بازباب هذه النيران ورجح ان مثل هذه الظواهر تنتج في الغالب اما عن وجود غاز ميسان كثيف تحت الارض او نفايات عضوية تتفاعل وتشتعل بفعل السخانة الشديدة ورجح اخر ان تكون النيران مرتبطة بعوامل جيولوجية كسخانة الصخور او نوعية الطربة او نتيجة للانبعاث الحراري لغازي الفوسفور والميثان او بسبب المخلفات البيئية ربنا يصورها نتمنى الشفاء لكل المصابين ربنا يعوضكم خير